الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتابة ولم يجعل له عوجاء كل طريق أو كل ولي من الصابقين كان مثلا يظهر بلون من الألوان كإشارة لها أو علامة لها فظهور الشيخ سيد ميكوزكار كاري بهذه المرقعة كما يسمى يعني هو لإشارة التعظيم للشيخ السلام هذا من باب من أجواب الحجر والإحترام والتعظيم ليس التقذيس أحلى لا نعبد أولا الله طريقتنا طريقة المشاهدة فمن لم يشاهد فلسكو الشيخي وليس بمريد طريقة التكارية عبارة عن ورد البيتجال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة المغرب وعبارة عن استغفار وصلاة على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فقير أشرف شعبان فقير كاركالية الحمد لله رب العالمين أخذتوا بها في 2017 وربنا يكرمني بزيارة المغرب والحمد لله كانت يعني هادا بيت الحمد لله وطريقة يعني ظاهرة بما ظاهرها الله سبحانه وتعالى لكن هو فيه حاجات كتيرة يعني تلقى على أهل التصوف وأماما خلاص التعظيم للشيح مثلا وهذا أمر رب الله سبحانه وتعالى جعلوا وراسة فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعده آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عظموا الصحابة لأنه فيهم الوراثة هذا باب من أبواب الأدب والإحترام والتعظيم ليس التقديس احنا لا نعبد إلا الله السحر والداني ها رأيت ساحرا يتوضأ ويصلي ها رأيت ساحرا يمسك السلحة ويذكر بالساعات الله الله أوصل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أين هذا العقد؟ أين من يقول هذه التفهات؟ لا رسالتي ليست للفقراء لأن الفقراء كلهم معنا لكن احنا رسالة لمن هو ليس كالكريم أولا نحبك في الله ونتمنى أن تحبنا في الله نحن لا نطعن فيك فلا تطعن فينا عن جهدنا وعننا نحن بما نعلمه من ديننا أن المصفى صلى الله عليه وسلم صافح الأهل الكفر سبحانه ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بدأت أدور على إزاي أن أنا أعلاقتي بربنا أبدأ أعلاقتي مع ربنا ما يكونش عبادتي مجرد صلى ما فيهاش خشوع فكنت أدور على إزاي يبقى عندي الخشوع اللي كنا بنسمع عنه في عهد الصحابة وإزاي صلاتهم كانت مو إزاي صلاتنا لأ كان يكون فيها غيبة في حضرة الحق سبحانه وتعالى فالبحث ده والتدوير وأخدني لغاية ما وصلت أن أشفت فيديوهات عن الطريق الكركري وشفت اللي كنت بدور عليه أن هما بيتكلموا عن التجليات عن رؤية نور الله سبحانه وتعالى وده اللي جذبني للطريق وأكتر شيء لفت انتبايه كانت كلمة من كلمات سيدنا الشيخ محمد فوزي الكركري اللي قدس الله سره لما قال طريقتنا طريقة المشاهدة فمن لم يشاهد فلست بشيخي وليس بمريدي فالكلام الداني انتباع أنه هو بيتكلم عن يقين وثقة أن أنت طالما أنت جيت عندي كتلميذة أو كمريد اللبز الصوفي أنت ستشاهد نور الله يقينا كنت في السابق كنت في طريق آخر ولكن برضو طريق شازولي كنت أقرب على يد شيخ رحمة الله عليه وكان هذا الشيخ أيضا رأيته على يديه النور وبعد انتقال هذا الشيخ رحمة الله عليه يعني عملته جهيدا أن أنضم إلى طرق أخرى في السلوك في الطريقة الشازولية إلى أن رأيت رؤية في أحد الأيام وأن شيخ الأول هو سيد يا شيخ محمد فوزي الكركري كانهم شخص واحد في جسد واحد من نور فعلمت من الرؤية بأن هناك إذن من الشيخ بأن أتبع ذي الطريقة أو أنا لم أكن أعرف من قبل الطريقة الكركرية ولا رأيتها من قبل وبهذه الرؤية بحثت عن من يوصلني بهذه الطريقة وصلت إلى أحد الأشخاص الكركريين في مصر واستمرت على الأوراق كل طريق أو كل ولي من الصابقين كان مثلا يظهر بلون من الألوان كإشارة لها أو علامة لها فظهور الشيخ سيد محمد فوزي الكركري بهذه المرقعة كما يسمى هو لإشارة كنت أفهمها أنا بأن هذا أمر جميل فيه جامعية لكثير من الخير ويجمع مشارب كثيرة من أولياء الصابقين بداية الطريق كنت دايما بتحدث أنا وأحد الفقراء قبل دخلنا في الطريق يعني أن إحنا دايما بنسمع عن الولي وإزاي الولي بيأخد بيد الفقراء بتوعه وبيعلم من دركته وبيقربوا من ربنا وكذا فكنا دايما بنسمع عن الموضوع ده ونتمنى أن ربنا يرزقنا الشيخ يوصلنا للطريق وننشي في سكة لنوصل بيها الربنا سبحانه وتعالى أنا عاوز بس أنور على الناس اللي هي بتلتقط عموماً في الطريق الصوفية وخصوصاً من الطريقة الكركرية ببساطة بسيطة خالص جداً أنا أقول لكم أنا ككركريك بعمليه والشيخ إيه اللي يجال ليه أعملك؟ ببساطة جداً الطريقة الكركرية عبارة عن تشورد البدال بعد صلاة الفجر وبعد صلاة النغر وعبارة عن استغفار وصلاة على سبيل النغر رسول السلام وتوحيد وحمد شكراً لله بعد صلاة الفجر وبعد صلاة النغر